بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم ابناء الطلاب بنات الطالبات أسعد الله وقاتكم بالخير والمسرات معكم معلمكم أستاذ علي القحطاني ويرافقني في لغة الإشارة زميلي أستاذ معاذ القرعاوي بمشيئة الله نسكمل وإياكم دروس مادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي درسنا اليوم يا مبدعين يا مبدعات يحمل عنوان الأعداد الكسرية والكسور غير الفعلية هذا العنوان ابناء بناتي سنبدأ به هذا الدرس ويستمر معنا حتى الدرس القادم في هذا الدرس سنستعرض أفكار الدرس ومن ثم الأمثلة على ذلك وبعد ذلك نستعرض بعض التدريبات نستكمل حل بقية التدريبات بإذن الله في الحصة القادمة إذن ننطلق وإياكم ابناء بناتي مع فكرة الدرس اليوم أكتب العدد الكسري في صورة كسر غير فعلي والعكس إذن أبناء بناتي استعرضنا فكرة الدرس لدينا مجموعة مفردات جديدة هي العدد الكسري الكسر الفعلي الكسر غير الفعلي هذه المفردات بإذن الله سنتعرف عليها في ثنايا الدرس اليوم نبدأ هذا اليوم مع هذا النشاط أنشئ نموذجا يمثل العدد واحد وربع إذن لدينا مجموعة خطوات في هذا النشاط سنقوم بتطبيقها معكم ابناء بناتي جاهزين مبارك الله فيكم إذن الأدوات التي نحتاجها نحتاج ورقتين ابناء بناتي قلم رصاص ابناء بناتي وكذلك مصطرة إذا كانت موجودة لديكم هذه الأدوات التي نحتاجها في نشاط هذا اليوم إذن سنبدأ أولا ابناء بناتي بأن أحضرها الورقة الأولى أقوم بتضليل الورقة الأولى بقلم الرصاص تضليل كامل الورقة بعد ذلك أقوم بطيء الورقة أرباع أبناء بناتي حتى يصبح لدي أربعة أرباع متطابقة هل نستطيع؟ نعم أبناء بناتي الآن انظروا ماذا سينتج لدينا قمنا بتضليل هذه الورقة بالكامل جزأناها إلى أربعة أرباع ومن ثم وضعت الخطوط الفاصلة حتى تبتضح الربع الأول الربع الثاني الثالث الرابع كلها مضللة صحب الله يا ابطال بارك الله فيكم الآن نحضر الورقة الثانية ابناء بناتي نقوم بطيها لن نضلل الآن نقوم بطيها أرباع ابناء بناتي حتى يصبح لدي أربعة أرباع بعد ذلك نقوم بتضليل جزء واحد من هذه الأربعة فقط جزء واحد من هذه الأربعة فيصبح لدينا أبناء بناتي كما في هذه الورقة أبناء بناتي هنا جزعناها أربعة أجزاء قمنا بتضليل هذا الجزء فقط واضح ابناء بناتي بارك الله فيكم إذن لدينا ورقتين الورقة الأولى مضللة جميع الأجزاء الأربعة الورقة الثانية فقط جزء واحد من أربعة أجزاء هو المضلل نفتوا هذه الخطوات مبدعين بارك الله فيكم إذن كما رأينا هذه الخطوات الثلاثة تم تنفيذها الآن نريد منكم أبناء بناتي أن تجيبوا على هذه هذا السؤال السؤال الأول يقول ما عدد الأرباع المضللة ما عدد الأرباع المضللة ما رأيكم ما عدد الأرباع المضللة هنا إذن نريد أن نكتب عدد الأرباع المضللة السؤال الثاني يقول ما الكسر المكافئ للعدد واحد وربع فضليم وبدعين فكروا بالإجابة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خمسة صح ولا لا يا أبطال أجبنا على هذا السؤال السؤال الثاني ما الكسر المكافئ للعدد واحد وربع ما رأيكم لدينا هنا أبناء بناتي ورقة كاملة مظللة وهنا ربع هذه الورقة إذن واحد وربع ما الكسر المكافئ لها هل نستطيع إيجادة؟ نعم كم ربع هنا أبناء بناتي؟ مظلل خمسة أرباع مظللة إذن هي التي تمثل واحد على ربع هنا هذه الأربعة أرباع تمثل واحد وهنا ربع إذن واحد وربع أريد كسر مكافئ لها إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة أرباع إذن نستطيع أن نقول أن الكسر المكافئ للعدد واحد وربع هو خمسة أرباع أجبت بهذا الشكل يا مبدعين بارك الله فيكم إذن بعد أن نفذنا هذا النشاط الآن سننتقل إلى إنشاء نموذج أنشئ نموذج يمثل كل من الأعداد الآتية عدد الأثلاث في اثنين واثنين على ثلاثة وكذلك السؤال الرابع عدد الأنصاف في أربعة ونصف هل تستطيعون إنشاء نموذج أبناء بناتي؟ كما نفذنا في هذا النشاط أترك هذان السؤالان بارك الله فيكم بين أيديكم قموا بإنشاء النماذج الخاصة لكل سؤال ومن ثم أجيبوا على هذه الأسئلة حتى تستطيعون أبناء بناتي أن تقارنوا بين الكسور بارك الله فيكم وكذلك توجدون الكسور المكافئة لأعداد كسرية أتركها بين أيديكم والآن أبناء بناتي ننتقل إلى هذا الإضاح يعد العدد واحد على أربعة مثالا على العدد الكسري إذن العدد واحد وربع مثالا على العدد الكسري ويتكون العدد الكسري من عدد كلي وكسر اعتيادي انظروا أبناء بناتي هنا العدد الكلي وهنا الكسر الاعتيادي إذن العدد الكسري هو مكون من عدد كلي وكسر اعتيادي الآن أبناء بناتي واحد وربع هو واحد زائدا ربع العدد الكلي زائدا الكسر الاعتيادي لاحظ أنه قد تم تمثيل واحد وربع وخمسة على أربعة على النقطة نفسها على خط الأعداد لدينا خط الأعداد هنا أبناء بناتي هنا صفر ربع نصف ثلاثة أربع واحد أبناء بناتي واحد هنا ننتهي أبناء بناتي من الكسور الاعتيادية بارك الله فيكم بعد الواحد نبدأ بارك الله فيكم في الكسور الفعلية والأعداد الكسرية واحد وربع وهنا كسر غير عفوا كسر غير فعلي أبناء بناتي خمسة على أربعة صح ولا لا بارك الله فيكم كذلك عفوا كسر غير فعلي واحد ونصف هنا ستة على أربعة واحد وثلاثة أربع هنا سبعة على أربعة هنا اثنان ثمانية على أربعة انظروا أبناء بناتي لدينا الكسور الفعلية هي التي تكون أقل من الواحد مساوية للواحد وأكبر أبناء بناتي نسميها كسور غير فعلية انظروا هنا أبناء بناتي هنا واحد على أربعة وخمسة على أربعة تقع على نفس النقطة إذن هما متكافئان صح ولا لا يا أبطال بارك الله فيكم أبناء بناتي الآن نمسح وننتقل أبناء بناتي إلى هذا الإضاح قيمة الأعداد الكسرية والكسور غير فعلية أكبر من أو تساوي واحد كما ذكرنا قبل قليل يمكن كتابة العدد الكسري في صورة كسر غير فعلي مكافئ له باستعمال الحساب الذهني وذلك بضرب العدد الكلي في مقام الجزء الكسري ثم جمع البسط إلى الناتج مع بقاء المقام نفسه وهذا ما سنضحه الآن في المثال التالي كتابة الأعداد الكسرية في صورة كسور غير فعلية المثال الأول مقام إبراهيم يغطي مقام إبراهيم بزجاج بلوري على شكل نصف كرة يبلغ محيطها اثنان ونصف تقريبا أكتب هذا العدد في صورة كسر غير فعلي ما رأيكم هل نستطيع؟ كما ذكرنا في الإضاحة قبل المثال نستطيع أبناء بناتي أولا لدينا اثنان ونصف نمثلها بهذا النموذج دائرتين مقسمة كل منها إلى نصفين إذن دائرتين كاملة الدائرة الثالثة فقط سنأخذ نصفها إذن هذا هو نموذج يمثل لي بارك الله فيكم العدد اثنان ونصف الآن أبناء بناتي اثنان ونصف نقول أنها تساوي اثنان ضرب اثنان زائد واحد سنضعها في البسط والمقام اثنان كيف توصلنا إليها أبناء بناتي قمنا بضرب العدد الكلي في المقام اثنان ضرب اثنان ومن ثم أضفنا إليه واحد البسط إذن اثنان ضرب اثنان زائد واحد وضعناها في البسط المقام سيبقى كما هو هنا اثنان إذن سيبقى كما هو اثنان الآن أبناء بناتي نستطيع أن نقول أن الكسر غير الفعلي للعدد اثنان ونصف هو خمسة على اثنان هنا أبناء بناتي تحقق من فهمك لدينا هذا السؤال نريد أن نتحقق هل فهمنا هذا المثال؟ استوعبنا فكرته سفن يبلغ طول أضخم سفين في العالم أربعمائة وثمانية وخمسون مترا يمكنها أن تحمل أربعة وخمس مليون برميل من النفط أكتب أربعة وخمس في صورة كسر غير فعلي هل تستطيعون كتابة أربعة وخمس في صورة كسر غير فعلي؟ تفضلوا يا مبدعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة بارك الله فيكم سؤال سهل جدا هنا خمس أربعة وخمس إذن أربعة وخمس نريد أن نكتبها في صورة كسر غير فعلي إذن أبناء بناتي هنا سنحدد البسط البسط كيف نحدده؟ أضرب أربعة في خمسة أربعة في خمسة كم يا أبطال؟ عشرون وأضيف إليها البسط واحد إذن تصبح واحد وعشرون المقام هنا خمسة إذن يكون المقام خمسة إذن أربعة وخمس تساوي واحد وعشرين على خمسة كتبناه ألا ما كتبناه يا أبطال؟ مبدعين بارك الله فيكم إذن بهذا الشكل نكون نفذنا هذا التحقق بارك الله فيكم وننتقل الآن إلى المثال التالي وقبل المثال نقرأ هذا الإضاح يمكن أيضا كتابة الكسور غير الفعلية في صورة أعداد كسرية أو كلية تكافئها عن طريق بسمة البسط على المقام وكتابة الباقي في صورة كسر إذن أبناء بناتي هنا نستطيع تحويل الكسر غير فعلي إلى عدد كسري أو كلية أبناء بناتي سنرى الآن الطريقة بارك الله فيكم الآن يا مبدعين نبدأ في الإجابة على هذا المثال أكتب 23 على 6 في صورة عدد كسري إذن أبناء بناتي هنا نرى هذا النموذج النموذج يمثل الكسر 23 على 6 ومنه نستطيع أبناء بناتي أن نصل أن العدد الكسري هو 3 و 5 على 6 الآن سنرى باستخدام الطريقة بقسمة البسط على المقام إذن سأقوم بقسمة 23 على 6 هنا أبناء بناتي نجري عملية القسمة فنقول أبناء بناتي أننا سنقسم 23 على 6 أقوم بوضع 3 هنا 3 ضرب 6 تساوي 18 أقوم بعملية الطرح 23 مطروحا منها 18 يتبقى 5 أبناء بناتي إذن وصلنا هنا الآن هل أستطيع أن أكتب بارك الله فيكم الكسر أو العدد الكسري بكل سهولة أن أقوم بارك الله فيكم وأقول أن 23 على 6 تساوي الناتج هو العدد الكلي 3 بارك الله فيكم المقسوم عليه هو المقام 6 أبناء بناتي سيكون نفس المقام لأنه يتغير الباقي سيكون في البسط ووضعناه هنا خمسة إذن أبناء بناتي نستطيع أن نقول أن 23 على 6 تساوي 3 و 5 أسداس كما موجود كذلك واستوضحناه في النموذج السابق الآن بارك الله فيكم لدينا تحقق من فهمك هل نستطيع أكتب الكسور غير الفعلية الآتية في صورة عدد كسري أو عدد كلي الفقرة 7 على 3 هل تستطيعون كتابة هذا الكسر غير فعلي على صورة عدد كسري تفضل يا مبدعين هل تستطيعون هاي مبدعين حتى أكتب الكسر الغير فعلي على صورة عدد كسري ماذا أفعل أبناء بناتي أقوم بقسبة البسطة على المقام إذن أبناء بناتي نجري عملية القسمة هنا 7 تقسيم 3 ما هو العدد أبناء بناتي الذي يقوم بضربه في 3 يعطيني 7 أو أقل منها مباشرة بارك الله فيكم إذن نقول 2 2 في 3 تساوي 6 الآن نطرح 7 ناقص 6 المتبقي 1 إذن من عملية القسمة هذه أبناء بناتي والتي وصلنا لها هل نستطيع أن نكتب العدد الكسري المكافئ للكسر 7 على 3 بكل سهولة نكتب يساوي هنا بارك الله فيكم العدد الكلي هو الناتج الذي ظهر لنا في عملية القسمة وهو 2 المقام بارك الله فيكم المقام هو العدد المقسوم عليه وهو 3 إذن الباقي هو البسط إذن هنا سأضع البسط إذن سيكون العدد 2 و 3 مكافئا للكسر 7 على 3 سهله ولا صعب مبدعين بارك الله فيكم أبناء و بناتي الآن نمسح و ننتقل إلى التدريبات بعدما سعرضنا هذه الأمثلة و هذه الأفكار الآن جاء وقت أن نتأكد هل فهمنا ولا لا هنا نتدرب حتى نفهم و نصق المهارات نبارك الله فيكم أكتب الأعداد الكسرية الآتية في صورة كسورين غير فعلية لدينا عدد كسري يريدنا أن نكتبه في صورة كسور غير فعلية تفضله يا مبدعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هاي مبدعين وصلتوا لإجابة بارك الله فيكم إذن أربعة و ثمان أو أربعة و واحد على ثماني نريد أن نكتبها في صورة بارك الله فيكم كسر غير فعلي إذن نكتب يساوي نضع الآن بارك الله فيكم نبدأ بتحديد البسط كيف أحدد البسط أبناء و بناتي أقوم بضرب عدد الكلي في المقام أربعة ضرب ثماني هاي مبدعين اثنان و ثلاثون نضيف إليها ما هو موجود في البسط واحد اثنان و ثلاثون زائد واحد تساوي ثلاثة و ثلاثون إذن نكتب هنا ثلاثة و ثلاثون طيب المقام ماذا أضع فيه نفس المقام ثمانية إذن يكون المقام ثمانية إذن بهذا الشكل أجبنا على هذا السؤال أجبت يا مبدعين بارك الله فيكم الآن دعونا نمسح و ننتقل إلى تدريب آخر اثنان و أربعة على خمسة هل تستطيعون كتابتها في صورة كسر غير فعلي تفضل يا مبدعين هاي مبدعين صوتوا للإجابة بارك الله فيكم إذن نقوم بارك الله فيكم الآن بتحديد البسط كيف أوجد البسط؟ أقوم بضرب العدد الكل في المقام اثنان ضرب خمسة تساوي عشرة أضيف إليها ما هو موجود في البسط أربعة عشرة زائد أربعة أربعة عشر إذن نكتب هنا أربعة عشر المقام خمسة إذن يكون المقام خمسة سهلا ولا صعب يا مبدعين بارك الله فيكم إذن سهلا بهذا الشكل كنا جبنا عليها الآن ننتقل و إياكم إلى السؤال التالي حديقة مستطيلة الشكل طولها مئة و نصف متر بارك الله فيكم تقريبا أكتب طول هذه الحديقة في صورة كسر غير فعلي هل تستطعون يا مبدعين تفضل و بارك الله فيكم طول الحديقة أبناء بناتي مئة و نصف عدد كسري هنا إذن أريد أن أكتبه في صورة أبناء بناتي كسر غير فعلي إذن مئة و نصف أريد أن أكتبها في صورة كسر غير فعلي إذن أريد أن أحدد ما هو موجود في البسط سأقوم بضرب العدد الكل في المقام مئة ضرب إثنان مئتان و أضيف عليها ما هو موجود في البسط مئتان زائد واحد تساوي مئتان و واحد المقام إثنان إذن سيكون المقام هنا إثنان إذن بهذا الشكل كتبناها في صورة كسر غير فعلي سهل أو لا صعب مبدعين بارك الله فيكم إذن الآن ننتقل و إياكم إلى السؤال التالي أكتب الكسور غير الفعلية الآتية في صورة عدد كسري أو عدد كلي إذن لدينا هنا كسور غير فعلي نريد كتابتها على صورة أعداد كسرية أو عدد كلي هتستطيعون يا مبدعين تفضلوا بارك الله فيكم هايا مبدعين وصلتوا لإجابة بارك الله فيكم إذن 31 على 6 عندما أريد أن أكتبها في صورة عدد كسري أو عدد كلي أحتاج أن أقسم أقسم البسط على المقام إذن سنقول أبناء بناتي هنا 31 تقسيم 6 إذن نبدأ بعملية القسمة أبناء بناتي ما هو العدد الذي أضربه في 6 يعطيني 31 أو أقل منها بشكل مباشر 5 بارك الله فيكم 5 ضرب 6 تساوي 30 الآن نطرح 31 مطروح منها 30 يتبقى 1 بارك الله فيكم إذن انتهينا من عملية القسمة الآن أستطيع أن أكتب العدد الكسري المكافئ لهذا الكسر العدد الكلي هو 5 وهو الناتج هنا أبناء بناتي البسط سيكون المتبقي هنا 1 المقام سيكون العدد المقسوم عليه وهو 6 إذن 5 و 1 على 6 يكافئ 31 على 6 وبهذا الشكل نكون أجبنا على هذا السؤال ومع هذا السؤال أبناء بناتي نكون وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم تقبلوا فيقى التحية والاحترام إلى أن أراكم في الحصة القادمة على خير في أمان الله ترجمة نانسي قنقر